ينضم إلينا من الفيف موفن عبد الرحيم الفارسي عبد الرحيم أهلا بك لو تضعنا في صورة ماذا ورد إليك من جديد التطورات بخصوص الانفجارات التي وقعت في الفيف نعم أولا سلطة أوكرانيا تحيط هذا الملف بكثير من السرية بحيث أن وسائل الإعلام وممثلها مونعت من الاقتراب أو حتى أخذ الطرق المؤدية إلى مكان الحادث ولكن ما يمكن أن ما رصدناه نحن هو أنه عصر اليوم بالتوقيت المحلي انطلقت صفارات الاندار لأول مرة خلال 48 ساعة الأخيرة انتظرنا أن يحدث شيء ما ولكن بعد حوالي 10 دقائق من ذلك حصلت انفجارات قوية هزت إحدى الضواحي القريبة من وسط المدينة تلك الانفجارات اندلعت عقبها دخان أسود غطى معظم المدينة الفيف وهي مدينة متربية الأطراف ذلك الدخان ثبت بأنه ربما ناجم عن مواد محترقة قد تكون نفط وهذا ما أكده مسؤولون وأيضا سكان محليون بأن الدخان الذي اندلعه كان من أحد مستودعات النفط الكبرى في المدينة أعقبها انطلاق سيارات الإسعاف التي هرعت إلى المكان وأيضا سيارات الإطفاء هذه التفجيرات يعتقد المراقبون أنها ناجمة عن صواريخ باليستي انطلقت من أقصى الجنوب أي من جزيرة القرم وبالتحديد إما من قاعدة سيفستوبول أو إحدى السكن الموجودة هناك وهي تبعد بأكثر من ألف كيلومتر عن هذه المدينة الفيف في اتجاه الجنوب هذه اعتبرها كثيرون رسالة موجهة إلى الرئيس بايدن فبالتحديد في الوقت الذي وقعت فيه الانفجارات تكون مدت 24 ساعة على هبوط الرئيس الأمريكي في إحدى المطارات القريبة من الحدود الأوكرانية داخل بولندا وتوجيه رسائل دعم للقوات الأوكرانية والشعب الأوكراني إذن هذا التفجير هو الثالث أو الهجوم هو الثالث من نوعه الذي تشهده المدينة في هذا الشهر كان هناك هجوما واحدهما على المطار وآخر على موقع قيل أنه كان لتدريب قوات تابعة للنيتو شكرا جزيلا على هذه المتابعة طبعا سنبقى على اتصال معك عبد الرحيم حينما يجد أي جديد من الفيف أغربية أوكرانيا موفدنا عبد الرحيم الفرسي أشكرك